من العلم يستهديه يهديني غيم من الفكر يستسقيه يسقيني أمدت مني سؤالا نحو طلعته حتى جرى النور في شرح وتلقيني هنا سنعمر دنيانا ونسلحها ونعتني الخلد حيث الفرق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد فالسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات جميعا ورحمة الله بركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد عندما أراد الله تعالى للإنسان أن يهبط إلى الأرض حمله منهجا يحتفظ له بالسعادة التي كان يعيشها في الجنة منهجا يراعي مصلحته في الحياة ويقوّل إنسان بالله حتى لا يكون هذا الكلام نظريا نريد أن نناقش هذه المعلومة الذي نعلمها من ديننا بالضرورة وهو أن الشريعة جاءت لرعاية مصالح العباد هذا العنوان الكبير الذي يناقش من مختلف الزوايا نريد أن تكون هذه الحلقة تناقش جزءا منه أيضا مع فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن أبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة راجنا منكم أن تشاركوا أنتم أيضا بمداخلاتكم عبر الأرقام التي ستظهر على الشاشة بين الحين والآخر كذلك عن طريق مواقعنا على شبكات التواصل الإجتماعي و شبكات المعلومات أيضا فأهلا و مرحبا بكم أهلا و مرحبا بكم فضيلة الشيخ حياكم الله و أهلا و سهلا بكم و بالإخوة و الأخوات الذين يتابعوننا و أسأل الله تعالى في مستهل هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا و أن ينفعنا بما علمنا إنه تعالى سمع مجيب فضيلة الشيخ لا أظن أن هناك من يجهل مصطلح المصالح المصالح هذا المصطلح يتردد على ألسنة الناس في كثير من شؤون الحياة في كثير من علاقات الناس ببعضهم أيضا لكن ماذا نعني بالمصالح عندما نتحدث عن الشريعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك و انشر علينا أثواب حكمتك اللهم علمنا ما ينفعنا و أنفعنا بما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم أما بعد فإن المقصود بالمصالح هو عين ما يفهمه الناس من إطلاق هذه الكلمة لأن المصالح جمع للمصلحة و المصلحة تعني لغة و اصطلاحا المنفعة نعم و لهذا فإنه حينما نجد هذه الكلمة في المؤلفات الشرعية أو عند علماء الأصول و المقاصد و من كتب في مختلف وجوه العلوم الشرعية فإنهم يقصدون بها ما يحقق المنافع للناس من هذه الشريعة الغراء التي ارتضاها الله سبحانه و تعالى لعباده فالمعنى الاصطلاحي مأخوذ من المعنى اللغوي الذي يدل على معنى المنفعة نعم فالمقصود بالمصالح المعتبرة شرعا أو التي جاءت هذه الشريعة لرعايتها هي المنافع التي جاءت بها هذه الشريعة للعباد في دنياهم و في آخرتهم نعم هذا هو المعنى الاصطلاحي و قطعا هذه المنفعة التي تشتمل عليها كلمة المصالح في الشريعة الإسلامية و التي رعتها هذه الشريعة مرتبطة ارتباطا و ثيقا بإصلاح أحوال الناس في هذه الحياة نعم بجلب المنافع لهم و تحقيق الصلاح و دفع الفساد و دفع المضار و الأذى عنهم نعم طيب يعني لكن ماذا عندما ترعى الشريعة هذه المصالح ما الذي يتحقق للمسلم من جراء ذلك يظن بعض الناس أن المصالح التي رعتها هذه الشريعة إنما تنحصر في الثواب الأخروي نعم و هذا أمر مقطوع به لا حاجة إلى نقاشه لأن الأصل في الدين أنه جاء أولا لإنقاذ هذا الإنسان في آخرته و لتحقيق السعادة له بالفوز بالنعيم و تجنب عذاب الجحيم و العياذ بالله فما من دين شرعه الله سبحانه و تعالى و لا من ملة أنزل بها كتبه و أرسل بها رسله عليه السلام إلا و هي آتية لتحقيق المصالح الأخروية بلا مراء للعباد الذين أنزلت فيهم تلك الشريعة أو جاء إليهم ذلك الدين نعم لكن المقصودة تحقيق المصالح للعباد في هذه الحياة الدنيا و إذا ما تأكل لدى هؤلاء المخاطبين أن هذا الدين الذي يلجون فيه و ينتسبون إليه و أن هذه الشريعة التي يحتكمون إليها تصون لهم مصالح دنياهم فإن هذا يمكنهم من فهم الإطار العام لهذه الشريعة نعم فيكونون من أجل ذلك أكثر وعيا و إحاطة و إلماما بالغاية الكلية لهذه الشريعة فيبعث ذلك في نفوسهم الطمأنينة و يدفعهم إلى مزيد من التمسك بما في كتاب الله عز و جل و بما في سنة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و يمكنهم من الدعوة إلى هذا الدين كما أنه يورثهم الملكة اللازمة لاستنباط جملة من الأحكام الفقهية الشرعية للنوازل المعاصرة التي لم تشتمل عليها النصوص لا صراحة و لا إيماء أو إشارة نعم فكل هذه المنافع إنما تتحقق للمخاطبين في دنياهم حينما يدركون هذه المصالح و ما يجتمل عليه دينهم نعم من مصالح مرعية فإن هذه النتائج جميعا تتحقق لهم و هذا كما تقدم يدفعهم إلى مزيد من الاستمساك بحبل الله المتين و من القدرة على فهم الشريعة و من المكنة أيضا المكنة المنضبطة بالمناهج العلمية الشرعية الصحيحة في تعاملهم مع النصوص و مع روح الشريعة و جوهرها لأجل استنباط أحكام فقهية جديدة أو لأجل ترجيح قول فقهي مستند إلى دليل بما يضاف إليه من المصالح المعتبرة شرعا عند الترجيح في حالة التعارض كما أنه يورثهم طمأنينة النفس و الثقة و الاعتزاز بهذا الدين الذي ينتسبون إليه و يمكنهم من مخاطبة غيرهم بما يشتمل عليه دينهم من محاسن و مزايا و صفات طيب فضل الشيخ نريد أن نقف عند نقطة مهمة في هذا الموضوع يتكرر مصطلح الدنيا على لسانك الآن و أنت تجيب على السؤال الثاني الدنيا في نظر الناس هي أشمل من أن تكون جملة من الأحكام الروحية و المعنوية إنما هي أيضا كثير من الصناعات و الاختراعات و العمران في هذه الحياة الذين تناولوا مقاصد التشريع عندما وصلوا عند هذه النقطة تأزموا قليلا فهناك من يقول أن الشريعة تدخل في كل شيء في كل مناحي الحياة و هناك من يقول أن الشريعة تقف عند حدود معينة و ما بعد ذلك يحكمها قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم المصالح التي تتحدثون عنها هل تنتقل إلى الجانب العمراني و الصناعة عند الناس أم تقتصر فقط على جانب الأحكام هذه قضية مهمة نعم و لا يمكن أن يظن نظان أن شريعة من الشرائع حتى لو كانت شريعة وضعية ابتدعها البشر لا تقصد إلى تحقيق مصالح للأنام في واقع حياتهم نعم و بناء على ذلك فإن جلب المصالح الدنيوية للناس أمر محسوم من جراء الشريعة أو النظام الذي ينتسبون إليه فما من نظام يضبط للناس حياتهم إلا و هو يهدف إلى تحقيق الأمن و الرخاء و الرفاه و جلب الخير و دفع الشر عن الناس فهذا أمر مفروغ منه لأنه يترتب عليه إدراك هذه الحقيقة يترتب عليه أن شريعة هذا الدين الخالد إنما اكتسبت مزايا أخرى لا توجد في غيرها من الأنظمة الوضعية و من الأفكار و الأطروحات و ما ينتسب إليه الناس مما يضبطون به حياتهم لا بد أن تجتمل على غير هذه المقاصد الدنيوية أو المصالح الدنيوية بمفهومها المادي و لنتفق على أن نسميها بالمصالح الدنيوية المادية لأننا لازمنا حتى حينما نتحدث عن الجانب الإيماني أو نتحدث عن مصالح معنوية فإننا نتحدث أيضا عما هو حاصل متحقق في هذه الحياة الدنيا لكن هناك معنى إيمانيا روحيا تربويا نفسيا لا يوجد في غير هذه الشريعة و إن وجد فإنه يوجد بنكد شديد و بتصادم مع المصالح المادية التي تحققها و تحفظها و تصونها هذه الشريعة الغراء في الآية التي استشهدتم بها في صدر هذه الحلقة اليوم أو فيما أشرتم إليه من معنى الاستخلاف حينما نتأمل هذه الآية الكريمة نجد أن الله تبارك و تعالى حينما آذن الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام و أطلعهم على ما سيطلع به آدم في هذه الأرض قال جل وعلا و إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون هذه الآية الكريمة التي تتحدث بداية عن استخلاف الإنسان في هذه الأرض في حقيقتها تبين أن هذا الإنسان بهذه بمفهوم الخلافة هذه مطلوب منه أن يصلح في هذه الحياة و أن إصلاحه لهذه الحياة و عمارته لها إنما تتحقق بعبوديته الحق لله تبارك و تعالى لأن الملائكة حينما تساءلت ذكرت أسوأ خصال هذا الإنسان و هو أنه سيفسد في الأرض و سيسفك الدماء و ذكروا من أنفسهم أشرف ما هم عليه و هي الصورة المقابلة التي أرادوا بها تبين حقيقة هذا المخلوق الذي كرم هذا التكريم الإلهي من الله تبارك و تعالى ليكون خليفة في الأرض فقالوا و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك فالصورة المقابلة لالإفساد في الأرض و لسفك الدماء كان يفترض أن تكون الإصلاح في الأرض و صون الدماء و حفظ الحياة لكنهم ذكروا موجبها و سببها الأصلي الذي لا يتخلف عنها و هو حسن العبودية لله تبارك و تعالى بقولهم و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك و كذا هذا المعنى نجده في جملة من الأحكام الشرعية أي هذا المعنى التربوي الإيماني الذي يسقل هذه النفوس و يصوغ منها بشرا قادرين على عمارة هذه الأرض و فق منهج الله تبارك و تعالى جالبين للخير و الهدى و الرشاد محققين للصلاح دافعين للفساد و الشر و الأذى عنها فالله تعالى يقول في تشريع عمود الدين في تشريع الصلاة أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر و لذكر الله أكبر فمع أن هذه الآية الكريمة تبين المعاني الروحية الحكم و الغايات التي تتحقق لهذا الإنسان من محافلته على الصلاة و هي أنها تنهاه عن الفحشاء و المنكر و هذه معاني تربوية تتعلق بتزكية هذه النفوس فهي مصالح دنيوية تجعل من هذا الإنسان موصولا بالله تبارك و تعالى مدركا لحقيقة هذه الحياة الدنيا منتهيا عن الفحشاء و المنكر إلا أنها تختم ببيان حقيقة أخرى مع أهمية كل ما تقدم لكن يأتي و لذكر الله أكبر فإن عاش قلب هذا الإنسان بذكر الله تبارك و تعالى من خلال أدائه للصلاة هو الغاية الأسمى و المصلحة العظمى المتوخى من محافظته على الصلاة نلحظ هذا في صميم ما وصفت به دعوة نبينا محمد صلى الله عليه و آله حينما قال الله تعالى في كتابه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة و إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين و هو متناسب مع الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها و نفس و ما سواها فألهمها فجورها و تقواها قد أفلح من زكاها و قد خاب من دسها و الفلاح إنما يكون بجلب الخير لهذه النفس البشرية و الهدى و الرشاد لها و دفع سبل الغواية و الضلال و الهوى و الشهوات عنها طيب حضرت الشيخ لازلنا في مرحلة التأصيل لمصطلح المصالح و إن كنا قد انتقلنا قليلا إلى بعض القوانب التي يشتغل عليها المصلحة و الحكمة هل هما بمعنى واحد عندما نتحدث عن النصوص الشرعية يلتقيان و يفترقان المصلحة في المعنى الأصولي لا تخلو من إحدى ثلاث حالات إما أن تكون هذه المصلحة مشهودا لها بالاعتبار في الشرع و بالتالي فهي من العلل المعتبرة التي لأجلها شرعت الأحكام و هذه لها طرق عديدة عدها بعضهم عشر طرق لاستنباطها فإما أن تكون صريحة مصرحا بها و إما أن تكون موما أن تكون بالإيماء و إما أن تكون بالمناسبة و الملاءمة و إما أن تكون بتحقيق المناط إلى آخر طرق استنباط العلل التي لأجلها شرعت الأحكام الشرعية في هذا الدين الحنيف و إما أن تكون هذه المصلحة مشهودا لها بالإلغاء أي أن الشارع لم يقم لها وزنا فهذه لا عبرة بها و لا يصدق يعني تسميتها أنها من المصالح إنما هي تسمية على سبيل التجوز من ذلك على سبيل المثال دعوة مساواة الرجل للمرأة في الميراث فهذه شهد لها الشرع بالإلغاء لأن الله سبحانه و تعالى قال فإن كانوا إخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين و بالتالي فلا يسوغ أبدا لأنها تكون مصادمة لشرع الله تبارك و تعالى و قد شهد لها الشرع بالإبطال و إما أن تكون مسكوتا عنها فلا دليل خاص على أن هذه المصلحة معتبرة و لا ملغاة و هذه هي التي تسمى بالمصالح المرسلة أي أن الشارع سكت عنها لكنها موافقة للنظام الكلي لهذه الشارع لروحها و جوهرها متناسبة مع مقاصدها متفقة مع روحها العام هذه هي المصالح التي يتحدث عنها الأصوليون و قد قسموها فيما يتصل بجانبها المادي إلى الضرورات و الحاجيات و التحسينيات أما الحكمة فقد تكون مختلفة لأن الغالب في المصالح حينما نتحدث عنها باعتبارها منافع تجلب و مفاسد تدرى أنها لا تظهر جليا فيما يتصل بالشعائر التعبدية تظهر بوضوح في جانب المعاملات تظهر بوضوح في الجوانب التشريعية العملية غير التعبدية غير الشعائر التعبدية لكنها فيما يتصل بالعبادات بالشعائر التعبدية من صلاة و صيام و حج و زكاة قد تكون خفية العلل أما الحكم فهي ظاهرة الحكم في هذه الشعائر التعبدية فهي أيضا جلية واضحة إن لم تكن جميعا فأغلبها أو بعضها يكون ظاهرا إما أن يكون منصوصا علي أو أن يكون مفهوما كما تقدم في بعض الأمثلة وبالتالي تلتقي هنا المصلحة مع الحكمة لكن الحديث أصلا فيما يتصل بالجانب الأصولي إنما هو عن المصالح لا عن الحكم سنعود إليك فضل الشيخ إن شاء الله أن أسألك أيضا عن تدخل العقل في تحديد هذه المصلحة ولكن بعد الفاصل بحول الله تعالى عزائنا الكرام فاصل قصير نعود إليكم بعده بإذن الله لمتابعة هذا الموضوع نور من العلم يستهديه يهديني غيم من الفكر يستسقيه يسقيني أمدت مني سؤالا نحو طلعته حتى جرى النور في شرح وتلقيني هنا سنعمر دنيانا ونسلحها ونعتني الخلد حيث الفقه في الديني هنا تجلب بأهل الذكر معرفة مرحبا بكم أعزائنا الكرام مرة أخرى لمناقشة موضوع رعاية الشريعة لمصالح العباد فضل الشيخ المصلحة والحكمة التي تحدثتم عنها قبل قليل لا تفهم إلا عن طريق العقل بيد أن الذين تناولوا هذا الموضوع توسعوا فيه ومنهم من ضيق فيه أيضا لأخ محمد الرياني من القزار يسأل هذا السؤال ما حدود إعمال العقل في تقرير المصلحة باعتبار أن الأصوديين يرفضون أي تقدير عقلي للمصلحة أي تقدير عقلي للمصلحة يتعارض مع نص هكذا عبارته و لو كان مجرد حديث أحد يطرح موضوعا آخر لكن سنعود إليه إن شاء الله تعالى بعد الإجابة على هذا السؤال المصلحة إنما يتوصل إليها بالعقول الصحيحة نعم و الفطر السليمة و لم يقل أحد من الأصوليين بأنه لا مجال للعقل في اكتناه المصالح المعتبرة شرعا لأنها لو كانت مما نص عليه الشارع فلا حاجة إلى مزيد من إعمال العقول في استجلائها نعم و إنما هي مما لم ينص عليه الشارع و هذا العقل الذي يمكن له أن يستنبط هذه المصالح إنما هو العقل المهتد بنور الشرع العقل الصحيح الذي يأرز إلى وحي الله تبارك و تعالى مع فطرة سليمة و مع إلمام بهذه الشريعة في أصولها الكلية و في فروعها الجزئية و قدرة و تمكن من الإلمام بالمقاصد و الغايات التي تطلعت و تشوفت إليها هذه الشريعة و ملكة فقهية راسخة تعين صاحب هذا العقل الواعي الراسخ في استجلاء هذه المصالح إذن هي مجالها و قد صرح بذلك يعني ليس صحيحا أن الأصوليين يمنعون أو لا يعملون العقول أو لا يعطون فسحة للعقول في استجلاء المصالح لكن هذه المصالح التي يتحدث عنها الأصوليون و التي يجتمل عليها هذا الدين إنما هي المصالح المعتبر شرعا هي مصالح أولئك الذين انطبقت عليهم الشروط و الملكات التي تعينهم على التخلص من الهوى و الشهوات و لهذه المصلحة في ذاتها أيضا شروط لا بد منها و هذه قد تكون مناسبة لذكر ضوابط المصلحة المعتبر شرعا طالما أننا تحدثنا في صلب موضوع دور العقل في استنباط المصالح فمن الشروط الواجب التقيد بها ما يتصل بالمستنبط بالمجتهد نفسه و علماء الأصول يتحدثون عن صنعة مجتهد تتحقق فيه شروط الاجتهاد المعروفة أصولا لأن هذا الذي نتحدث عنه أمر يتعلق بأمر تشريعي في هذا الدين الحنيف و بالتالي لا يصح أن يكون مفتوحا لكل من هب و دب لا يصح أن يكون مجالا لمن لم يتأهل بملكاته العقلية و العلمية و الشرعية و المنهجية في القدرة على التعامل مع النصوص الأمر الآخر أن تكون هذه المصلحة غير متعارضة أبدا مع شيء من النصوص الشرعية و بالتالي لا مجال للقول حتى لو تعارضت مع حديث الأحاد حديث الأحاد حجة و هذا بإجماع علماء المسلمين طالما أنه حديث صحيح مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بل إن المصالح تأتي متأخرة على القياس نفسه لا على الحديث الأحادي كما يقول السائل هي مرتبتها تأتي بعد القياس و كثير من الأصوليين يلحقها بالأدلة التبعية أما الأدلة النصية الأصلية فهي الكتاب العزيز ثم سنة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ثم يأتي بعد ذلك الإجماع و القياس ثم تأتي هذه الأدلة التبعية من الشروط أيضا أن تكون هذه المصلحة ملائمة لروح الشرع و لإطارها العام ألا تكون شاذة عن نهج هذه الشريعة و عن إطارها الكلي و من الشروط أيضا أن لا تتعارض مع مصلحة أخرى راجحة فلا بد أن تكون هذه المصلحة غير معارضة لما هو أرجح منها و لما هو أظهر منها وأوضح من المصالح المعتبرات شرعا هذه في المجمل بعضهم نعم يقول بأنه لا بد أن تكون المصلحة حقيقية و يقصدون بكونها حقيقية أي أن لا تكون موهومة كما يعبر بعض الأصوليين أو متوهمة مظنونة فقط أو مبنية على هوى و شهوات فيأتي أحدهم على سبيل المثال و يقول بأن الربا تقتضيه ضرورة العصر و بالتالي لا مجال لإعمال النصوص المحرمة للربا لأن مصالح العصر تقتضي أن يتعامل الناس معاملات رباوية لا هذا اجتهاد في مقابل النص و هذه المصلحة ملغية تماما و الله عز وجل يقول و أحل الله البيع و حرم الربا و مع كونها أيضا مصلحة حقيقية يشترطون في أن تكون مصلحة عامة فالمصالح المعتبرة كما هو شأن المصالح الكلية لما أشرت إلى ما يتحدث عنه الأصوليون من الضروريات و الحاجيات و التحسينيات فإن الملاحظة أن كل هذه الكليات و ما يتصل بها إنما هي مصالح عامة تتناول عموم الناس و بالتالي فإن الأصل في المصلحة أن تكون كذلك لا أن تتناول فئة من الناس لأن الأصل في المصالح أنها لا تتناول الجزئية من البشر و إنما تتناول عمومهم فلا بد أن تكون كذلك المصلحة عامة و إلا سوى كل أحد لنفسه أن يتسور على أحكام هذه الشريعة بدعوة أنها من المصالح و أن هذه الشريعة ترعى هذه المصالح من الشروط اللازم إضافتها أن تكون هذه المصلحة محققة للعدل لأن العدل هو أسمى المقاصد التي جاءت هذه الشريعة لإرسائها و لا يمكن أن يكون أمر من الأمور موصوفا بأنه مصلحة إذا كان خارج إطار العدل فخرج إلى الجور و البلم أو إلى العدوان و البغي كما لا يصح أن يكون بعيدا عن الرحمة و لا أن يكون بعيدا عن مقتضيات الهدى و الرشاد هذه هي شروط المصلحة نفسها بالإضافة إلى ما تقدم من شروط الذي يتوصل يستنبط و يعمل ملكاته في استخراج هذه المصالح و كشفها و بيانها فضل الشيخ أنا سأدخل معك بعد قليل إن شاء الله لكن بعد سؤاله الثاني في مواضيع أظن أن المسلم اليوم و هو يخالط غير المسلمين يحتاج إلى معرفة إجابة عليها خاصة فيما يتعلق بهذه المصالح لكن له سؤال ثاني في آية في الأهمية يقول ما رأي شيخنا في اعتبار بعض المفكرين المعاصرين الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه رائدا في التفكير المصلحي المقيد للنصوص كمنعه المسلمين من الزواج بالفارسيات إثر الفتوحات خوفا من الكساد في الجزيرة أنا سأذكر هذه القضية لأن كثيرا من الناس يتحدثون عنها ثم أعود إلى هذا المثال هذا فيه كثير من المبالغة فإن كان الحديث عن عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بعده أي بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة و السلام و انتقاله إلى الرفيق الأعلى فالأولى أن يمثل لذلك بأبي بكر الصديق في حروب الردة فإنه عليه الصلاة و السلام مع ما كان من طائفة فإنه رضوان الله تعالى عليه مع ما كان من موقف طائفة من صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليه و فيهم عمر بن الخطاب اتخذ موقفا حازما تجاه أولئك الذين ارتدوا عن هذا الدين و حاربهم حتى أعادهم إلى هذا الدين هذا هو من المواقف التي كان ينبغي أن يستشهد بها بداية حرب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه للمرتدين فلا أعرف لماذا يتطرح هذا المثال ثم جمعه للقرآن أيضا لكن أين تقييده للنص؟ لا نحن نعمل يعني الجواب هنا لأنه ليس هنا تقييد للنص و إنما هو إعمال للنص أعمل اجتهاده في تطبيق هذا النص مراعاة لمصلحة أعظم و هي حفظ حوزة هذا الدين و منع التنقص منه بخروج هؤلاء المرتدين و مع ما كان عليه حال كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في الاعتراض على هذا أيضا لأسباب و مصالح وجيهة كانوا يتوخونها إلا أن إصراره و حزمه في هذه القضية ثم موافقتهم له بعد ذلك أثبت بعد نظر الصديق رضوان الله تعالى عليه و كذا الحال في حادثة جمع المصحف بعد حروب الردة و بعدما قتل كثير من القراء و استشهد كثير من القراء و من حفظة الوحي رضوان الله تعالى عليهم فإن عمر بن الخطاب اقترح عليه أن يجمع المصحف و استشار أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سائر الصحابة فتبين له رشد هذا الرأي فأخذ به و عمل به نعم لننتقل الآن إلى عمر بن الخطاب نعم لا ريب أن الفاروق رضوان الله تعالى عليه كان ثاقب البصر كان يرى بنور الله عز وجل كان شديد الخوف من الله تبارك و تعالى عميق الفقه في دين الله عز وجل و لذلك فإنه أعمل اجتهاده و أعمل نظره اجتهادا في طائفة من الأحكام الشرعية و لا يقال بأنه عطلها لكن أيضا لا أعرف سر هذه الانتقائية نعم ألم يكن عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه هو الذي جلد شارب الخمر ثمانين نعم جلده بإجماع كتاب السياري و علماء الفقه و الشريعة أنه هو الذي فعل ذلك فلما لا يذكر هذا المثال كم كان النصيب المقدر كانوا يعني الروايات تشير لأنهم كانوا يضربونه بالنعال و القريد و ما تحصل لديهم ثم ضرب شارب جلد شارب الخمر أربعين ثم قال عمر بن الخطاب أرى أنه إذا سكر هدى و إذا هدى قذف فيحد ثمانين فأجمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم على ذلك فلا أعرف لماذا لا يذكر هذا المثال المواقف التي تذكر عن عمر بن ثم الفتوحات الإسلامية و توسيع رقعة الدولة الإسلامية و محاربة فارس المجوسية في ذلك الوقت و بلاد الروم الكتابية في ذلك الوقت لتوسيع رقعة بلاد المسلمين و إيصال هذه الدعوة إلى الناس كافة أيضا لا أعرف لماذا لا يستشهد بها لسيما في واقعنا المعاصر اليوم أو مع كثير ممن يحتجون باجتهادات عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه في غير سياقاتها الصحيحة و هنا آتي إلى هذا المثال الخاص و لم يمنع المسلمين من الزواج بالفارسيات للعلة المذكورة في السؤال خطأا و هو لأجل كساد في الجزيرة لا هو منع المسلمين من الزواج بالكتابيات حينما كانوا في غزواتهم فمنعهم لا سيما القدوات منهم و الرؤساء و الأمراء و قادة القند أيضا فهما ثاقبا لمراعاة مصالح عموم نساء المسلمات سواء كنا من نساء اليزيرة أو كنا خارج اليزيرة العربية ما فعله أيضا مما يذكر كثيرا في عام الرمادة إن ثبت لأن بعض المحدثين يضعفون هذه الرواية هو أيضا ليس من باب تعطيل النص و إنما هو من باب در حينما لم يقم الحد على السارق فإنه إنما كان لأجل المجاعة و الحدود تدرأ بالشبهات إعمالا لنص آخر عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم حينما قال ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم فلم يفعل ذلك في مقابل اعترابا على النص في مقابل النص و إنما فعل الذي فعله اجتهادا في النص من روح هذه الشريعة و كذا الحال حينما منع بعض المؤلفة قلوبهم من الزكاة فإنه فهم أيضا أن ذلك إنما كان في عهد في وقت كان الإسلام فيه ضعيفا و كانوا بحاجة إلى تأليف هؤلاء أما اليوم فقد ذكر بنفسه أصبح الإسلام عزيزا و قد بزل فلا حاجة إلى تأليف هؤلاء و لهذا فإنه أخذ بمثل هذه الاجتهادات و أعملها في المقابل لم يفهم أحد من الصحابة و لا ممن جاء بعد عمر بن خطاب أن الفاروق رضي الله تعالى عن ألغى هذه الأحكام الشرعية فعمر بن عبد العزيز رضوان الله تعالى عليه سار أيضا سيرة جده الفاروق رضوان الله تعالى عليه حينما أعمل اجتهاده فأجرى في وقته للمؤلفة قلوبهم مراعاة لمصالح شرعية لها اعتبارها أيضا إذن هذه نماذج من سيرة عمر بن خطاب كلها تشهد على ما تقدم من أن مراعاة المصالح و استخراج هذه المصالح و البحث فيها و النظر فيها و إعمالها في الأحكام الشرعية إنما يستدعي كل الضوابط و الشروط المتقدمة أما أن يقال بانتقائية تنتقى بعض هذه الأمثلة دون بعض أيضا للأسف الشديد ثم يخرج منها بعد ذلك إلى القول بتاريخية النص و بتحكيم المصلحة في مقابل النص فهذا مما لم يقل به أحد من علماء هذه الشريعة و هو في الحقيقة سلاخ من هذا الدين و من الشريعة و ضوابطها بل و من المنهج العلمي السليم لأن المنهج العلمي السليم يقوم حتى في دراسة هذه الاجتهادات العمرية دراسة واعية توازن بين كل هذه المواقف و تنظر أيضا في النصوص الشرعية التي اعتمد عليها عمر رضوان الله تعالى عليه و غيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه و عليه وسلم لأن هناك نماذج كثيرة أيضا حصلت في عهده كعدم تقسيم أراضي العراق فإنه أوقفها سواد العراق أوقفها و راعى في ذلك مصلحة ذرية المسلمين التي تأتي من بعد الأجيال اللاحقة فلم يقسم هذه الغنائم لم يقسم هذه الأراضي و إنما تركها لذرار المسلمين من بعد الفاتحين فهناك جملة من الاجتهادات كلها لا بد من النظر فيها في إطارها أيضا جيد و هذا الموضوع بنفسه يحتاج إلى توسعة كبيرة جدا لأن إذن ليس هناك تعطيلا و ليس هناك تقييدا نعم إنما هناك إعمال للمصلحة وفق الضوابط التي حددتها إعمال لسائر أيضا النصوص الشرعية كل هذه إنما كانت فيها نصوص شرعية ثبتت في أدلة أخرى غير الدليل الذي يذكرونه و هو قطعا أيضا مراعاة للمصالح الشرعية لكن هذه المصالح مصالح شرعية معتبرة مصالح معتبرة شرعا تحققت فيها ضوابط المصلحة كما تحققت في القائل بها المجتهد فيها شروط الاجتهاد طيب بما أن أثرنا هذا العنوان و لا نريد أن نطيل فيه أيضا نعم يعني الإطالة من قبلكم الآن أنتم تقدرون المصلحة لنا زاك الله خير منع الزواج من الكتابيات نعم طبعا ورد هناك نص بإباحته نعم أليس هذا تقييدا للنص بالمنع هذا يعني تقييد لمباح مراعاة لمصلحة نعم مراعاة لمصلحة أرجح و هذا هو الذي تقدم في شروط المصلحة نعم المعتبرة شرعا أو في ضوابط المصلحة المعتبرة شرعا ألا تعارض ما هو أرجح منها وفق تلك الضبورة نعم طيب فضيلة الشيخ هناك يعني نحن اليوم نتحدث عن هذه الضوابط عفوا عن هذه المصالح التي ترعى مصالح العباد و العالم يعيش طفرة واسعة في كثير من المجالات التي تقدم فيها و المسلمون أيضا يشقون طريقهم حتى يحصلوا على هذه الريادة عندما نتحدث عن المصالح الشريعة التي ترعى مصالح العباد ما الذي يعني يحقق ذلك من مفهوم و من تطور ذهني و معرفي و ثقافي للمسلم و هو يعيش في هذا العصر هذا أيضا هذا سؤال بالغ الأهمية نعم الإنسان هو الإنسان و طبيعة الحياة أيضا هي ذاتها ففيها من الكدح و فيها من النصب و التعب ما يكتنف كل عصر من عصورها و ما يواجه كل إنسان من بني البشر يعيش على هذه البسيطة فالله تعالى يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه و لهذا عنيت هذه الشريعة بتقويم هذا الإنسان و تزكية نفسه و تهذيب طباعه فكانت ما جاءت به من أحكام قاصدا إلى صياغة شخصية هذا الإنسان بحيث يتمكن من عمارة هذه الأرض و من العيش فيها بما يرضي الله سبحانه و تعالى و من جلب الخير لنفسه و للإنسانية فيها و دفع الشر عن نفسه و عن بني جنسه و عن الحياة فيها نعم و أدلة ذلك كثيرة كما تقدم في مثال الصلاة نعم و أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر و لذكر الله أكبر في الزكاة وردت في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل بيان ما تحققه تصريحا أو تلميحا بيان ما تحققه الزكاة من عدالة توزيع للثروة و من تكافل اجتماعي و من معاني اقتصادية مالية لكننا نجد أن هناك مصالح أخرى تتعلق بتزكية هذا الإنسان و بنائه بناء قويما فالله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها فالتطهير و التزكية لأنفس هؤلاء المخاطبين بهذا التوجيه الرباني حينما ننظر أيضا في المحرمات نجد أن الله تعالى أيضا يبين مصالح غير العلل التي لأجلها شرع الحكم فالخمر إنما حرمت لأنها مسكرة حرمت الخمر لإسكارها و الله تعالى حينما حرم الخمر في كتابه الكريم قال إنما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون هذه الآية تنص صراحة بوجوه تحريم شتى على تحريم الخمر ثم بيّن هذه المصالح المتوخى من تحريم الخمر قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة و البغضاء في الخمر و الميسر و يصدكم عن ذكر الله و عن الصلاة فهل أنتم منتهون و هي إما مصالح جلبت أو مظار دفعت و هذه المظار و واضحة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة و البغضاء التمزيق الاجتماعي تفريق وحدة المجتمع المسلم و إحداث العداوات بين أتباعه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة و البغضاء في الخمر و الميسر و يصدكم عن ذكر الله هذه مصلحة أخرى و هو أن الخمر شرعت مراعاة لهذه المصلحة حرمت الخمر عفوا مراعاة لهذه المصلحة التي تجتمل على جلب على دفع مضرة و هي الصد عن ذكر الله تبارك و تعالى لأن حفظ ذكر الله عز وجل مقصد لصياغة شخصية هذا الإنسان بما يورثه طمأنينة القلب و الصلة الوثقى بالله تبارك و تعالى و الخشية منه و رجاء ما عنده سبحانه و تعالى حينما نهى الله تبارك و تعالى نبيه محمد صلى الله عليه و آله و سلم عن الإقبال على صنف من الناس بيّن العل قال فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَاءَ فهنا يذكر صنفا من الناس ينهاه عن الاقتراب منهم يأمره بالابتعاد بالإعراض عنهم و يذكر المصلحة المتوخاة من ذلك يشير إليها فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا إذن كلها تتعلق ببناء هذا الإنسان بناء قويما إذا ما تحقق هذا البناء إذا ما تحققت هذه التربية و التزكية لهذا الإنسان فإنه حينئذ يكون قادرا على مواجهة لأواء هذه الحياة الدنيا و على عمارتها و بنائها و على تحقيق المصالح بجلب المنافع لها و درء المفاسد عنها هناك إذن مجموعة من النقاط أيضا لا تزال تنتظر دورها ولكن الوقت لا يكفينا فضرة الشيخ شكرا الله لكم على هذه الإفاضة في قضاء المصالح و سنعود إليها بحول الله تعالى لنتناولها أيضا من زوايا أخرى إن شاء أعزائنا الكرام نشكر و إياكم فضرة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة كما نشكركم أيضا على حسن متابعتكم في الأسبوع القادم بحول الله تعالى نحتفل و تحتفل الأمة الإسلامية بمولد النبي صلى الله عليه وسلم سنبحث نحن في هذا البرنامج مصلحة المسلمين في احتفائهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم كما نناقش أيضا مع فضيلة الشيخ المصلحة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعيها و يربي المسلمين عليها سواء كانت مادية أو كانت معنوية كل عام و أنتم بخير و نلقاكم في ذلك الوقت السلام عليكم و رحمة الله و بركاته نور من العلم يستهديه يهديني غيم من الفكر يستسقيه يسقيني أمدت مني سؤالا نحو طلعته حتى جرى النور في شرح وتلقيني هنا سنعمر دنيانا و نسلحها و نعتني الخلد حيث الفقه في الدين هنا تجلت بأهل الذكر معرفة كطلعة الشمس في كل المياد